القيادة أرامكو قدم مستويات جديدة قياسية 45 ريال سجلها السهم هل السبب يعود إلى نشاط واضح في السوق وشهية للشراء على أرامكو أم أن هناك عوامل خارجية جاءت لصالح أرامكو بالتأكيد سنناقش ذلك أرامكو تعد من أكبر منتجي النفط في العالم مصدري النفط في العالم تتحكم كما أوبيك طبعا بنسبة فوق الأربعين في المئة من حصة الإنتاج الكل للنفط وهذا يعني أي نقص في سوق النفط أو الإمدادات النفطية أرامكو سيتم الضغط عليها وهي قادرة على ذلك بأن تقوم بزيادة الإنتاج وخضوط الإنتاج على غير المتفق عليه من حصة السعودية في الإنتاج بالنسبة لأوبيك هي مطلوب منها أو هي يقف على عاتقها أرامكو المملكة العربية السعودية أو كما يطلق عليها عراب أوبيك تحديدا أن تمد السوق في احتياجاته ماذا يحدث اليوم؟ بعد التهديدات الأمريكية بأن تقوم بقطع أو فرض عقوبات على النفط الروسي روسيا تصدر بين 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا لا نتحدث عن مجمل هذه الكميلة ربما الصين ما تزال تستورد هناك من هذه الحصة ولكن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى إخفاق أو إلى اختناق في الإمدادات النفطية الولايات المتحدة الأمريكية وحلافاء بحسب وزير الخارجية الأمريكي يدرسون حضر واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا لدينا أيضا رئيسة مجلس النواب الأمريكي قالت نستكشف تشريعات لعز الاقتصاد الروسي من خلال حضر استيراد النفط لماذا حتى الآن لم يتم الحديث عن النفط مع بداية الأزمة التي كانت في 24 فبرايل السبب كان يعود إلى حساسية النفط وعدم إيجاد صيغة مباشرة وفورية لإيجاد بديل عن النفط الروسي طبعا توقفت الكثير من الشركات العالمية وتجار النفط عن شراء الرفط الروسي قبل فرض العقوبات خوفا من توقيت فرض العقوبات على عقود الآجل وبالتالي وقوف هذه الشركات أمام حائط مزدود في نهاية الأمر أذكر من جديد واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الروسي من بداية 2022 هي الأعلى في عقدين ارتفعت ثلاثة ونصف في المئة من إجمال الواردات الكلية وبالتالي نحن نتحدث عن حصة مؤثرة طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أفرجت فقط على مدى مرتين عن الاحتياط الاستراتيجي لديها من النفط خوفا من أن تكون أسباب ارتفاع أسعار النفط تؤثر على الحركة الاستهلاكية لدينا طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي كان هناك إعاز أيضا المنطقة الأوروبي أن تبدأ بالإفراج عن الاحتياط الاستراتيجي لديها من النفط المستوات القياسية التي شهد ساهم أرامكو ساهم أرامكو لو أخذناه مع خامي برينت نجد أنه في توازي واضح لدينا الدليل على أنه معامل ارتباط قوي جدا بين سهم أرامكو وبين برينت تحديدا والمستويات التي لامس فيها أرامكو تقريبا 46 دولار مع برينت الذي وصل في هذه الجلسة تحديد إلى 139 دولار نحن نتحدث عن توازي واضح لدينا في هذه التحركات فقط أذكر من جديد بأنه طبعا سهم أرامكو لدينا كان لديه أيضا فجوات سعرية يفتتح عليها كبيرة جدا مما تؤهل السهم أيضا للمزيد من الارتفاع لو استمرت أسعار نفط من الارتفاع برينت لمس أعلى مستوى منذ عام 2008 كما ذكرنا وأرامكو أعلى مستوى منذ الإدراج كان أرامكو لأكثر من عام يعلق على مستوى 35 ريال للسهم القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية وأذكر أن أرامكو تسببت في شهر فبراير برفع القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الخليجية بإضافتها أكثر من حجم 3 تريليونات و100 مليار كانت قد أضافت إلى القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الخليجية التي ارتفعت ب4 تريليونات في شهر فبراير الأكثر منها كان تقريبا 75% بسبب أرامكو 9 تريليونات ريال اليوم القيمة السوقية لأرامكو مكاسبها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية 900 مليار ريال هذا عرابط قوي جدا لدينا بانينا أعمال أرامكو ما ينتظر من أرامكو أن تسهم فيه في سوق النفط في حال كانت السوق قد تتعرض في الفترة القادمة إلى عقوبات على النفط الروسي